عايزين كمان نقولكم ان بالمناسبة قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة نهائي كأس مصر بين الاهلي وبيرامدز اللي طبعا كان محدد ديها يوم 3 فبراير المقبل اكيد بسبب مشاركة النادي الاهلي في كأس العالم للاندية وبرضو بالمناسبة عايزين نعرف حضراتكم ان احنا حيكون عندنا مواجهة مهمة جدا ان شاء الله امام فريق اوكلاند سيتي يوم 1 فبراير كل التمانيات اللي فارقنا في كأس العالم للاندية بكل التوفيق ان شاء الله نتمنى نشوف مستوى مختلف يعني طبعا فكرة المشاركة دي حاجة رائعة لكن مش جديدة على النادي الاهلي لكن نتمنى نشوف مستوى مختلف لان الاهلي يستحق وجماهيره تستحق ان هي تحصل على برضو مرتبة مختلفة ان شاء الله دا يحصل